السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه أما بعد في هذه العجالة سأعلق على أمرين اثنين الأمر الأول يتعلق بالأحداث الأليمة التي نشاهدها ونراها يوميا من دمار وتقتيل وتنكيل وتعذيب وتجويع وتفقير وتهجير لشعبنا في غزة وتواطئ هذه الأنظمة طاغتية التي تملك من الجيوش ومن الأموال ومن الأسلحة ومن الطائرات ومن ومن ما بإمكانها أن تحرر مسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدول ليس لها الشرف أن تكون هي من تحرر المسجد الأقصى فالمسجد الأقصى يحرره أهل الإيمان والإسلام الأياد المتوضعة أما هؤلاء العمالة هؤلاء الخوانة هؤلاء المجرمين هؤلاء المتصهينين فلا خير فيهم ولا ننتظر منهم شيء وعلى الأمة أن تفور على هذه الأنظمة وإسقاطها لأن وجود هذه الأنظمة هو عبارة عن حزام أمني لعدم إسقاط الكيان الصهيوني ومن يحمي الكيان الصهيوني ولذلك عاشت هذه الأنظمة تضحك على شعوبها بأنها مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني عار وشنار على هذه الدول من رئيس الجمهورية إلى أي مسؤول في هذه الدولة وخزي ولعنة لهذا السكوت الذي لا يعرف أبدا في تاريخ الدول ونحن مشاهد دول ليست لها علاقة بالشعب الفلسطيني في شيء مع ذلك رؤساء الدول في برازيل في بوليبيا في جنوب أفريقيا أقاموا الدنيا ولم يقهدوها نصرة لفلسطين وللشعب الفلسطيني ولما رأوا من هذه المجازر التي ترتكم وتواطأ دول بما في ذلك هذه الدول التي يجب على الشعوب أن تسقط هذه الأنظمة هذه الأنظمة لا مبرر لوجودها لا مبرر لبقائها لا مبرر لكي تحكم معلوم أنها ليست أنظمة شرعية معلوم أنها ليست أنظمة تمخذت عن إرادة الشعوب معلوم أنها تحكم بسياسة الحديد والنار معلوم عند القاصي والداني أن أمريكا تحمي هذه الأنظمة ولا تريد سقوط هذه الأنظمة وهم مجرد عملاء لهم لهم أعمال منوطة بهم ومكلفون بقمع هذه الشعوب حتى لا تستطيع أن تخرج من هذا النفق المظلم الذي دخلته هذه الشعوب وهذه الأمة منذ خروج الاستدمار مدحورا من بلادنا ولذلك قضية فلسطين هي قضية قضية كل مسلم المسلم الذي لا يتكلم على فلسطين ولا ينافع الشعب الفلسطيني ولا يساعد الشعب الفلسطيني بأي شيء يستطيع وبأي شيء يملك فهذا لا يسمى مسلما فهذا يعني نحن لا نتكلم على المتمسلمين وهؤلاء ليسوا من الإسلام ولا في شيء فالإسلام يجب علينا جميعا أن نحرر الأقصى هذا هو الإسلام هذه هي القاعدة القاعدة تحرير الأقصى واجب على كل مسلم إذا عاجز أهل فلسطين فارضعين على من يلونهم ثم الذين يلونهم وهكذا ثم الذين ندونهم ثم الذين ندونهم إلى جاكارتا إلى المغرب الإسلامي إلى آخره وبحكم وجود هذه الأنظمة التي لا تسمح للشعوب حتى لكي يتظاهر هذا إن دل على شيء يدل على خذلان هذه الأنظمة وعمالتها وخساتها ونذالتها وحقارتها وأنها لا تسوي شيء بين الأمم وبين الدول وهي مجرد دول وظيفية وتقوم بوظيفة لتجسيد المشروع الصهيوني في منطقتنا هذا بالنسبة للنقطة التي تتعلق بغزة نصرهم الله عز وجل وأيادهم الله بنصره وأنا أحاول أن أختصر ما استطعت النقطة الثانية تتعلق بالخصيس النذل الحقير الذي ومن يؤيد هذا الحقير ومن يقف معه ومن ينافح عنه ومن يبرر له أفعاله ومن ينافع عنه ولو بشطر كلمة فهؤلاء نالة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين في هذه الأيام قرارات لإعدام قيادة الإخوان منهم بديع بديع هذا الذي لا يعرفه ربما كثير من المصريين هذا بديع قاوم بنفسه المحتل لما دخلت بريطانيا إلى مصر كان من المقاومين وتشور هذا النذل الحقير العميل يقوم بإعدام هؤلاء الذين الشعب المصري انتخبهم في خمس استحقاقات وكانت لهم الأغلبية فانقلب عليهم هذا الخائن هذا العميل هذا الحقير هذا الصهيوني لما نقول ليس سيسي وحده لأن من يؤيد السيسي ومن يحمي السيسي ومن يقف مع السيسي صهيوني مثله ولذلك لا فرق بين السيسي بل الذي يحمي السيسي من الجندي والشرطي والمخابرات والعسكري وهو هذا الشر من السيسي لأن السيسي من أجل مصلحته ومن أجل بقائه ومن أجل أن يملك من أجل أن يحكم من أجل أن يارث من أجل أن يورث الحكم لابنه هذا هو الحاصل هذا هو فعل السيسي أما الشعب المصري فليذهب إلى البحر فالشعب المصري دم الرئيس مرسي في رقباته ولا يسقط الإثم عن الشعب المصري حتى يسقط هذا النظام حتى ينتفذ الشعب المصري ويسقط هذا النظام لأن دم الرئيس مرسي في أعناق الشعب المصري لأن الشعب المصري بايع مرسي وبايع في خمس استحقاقات الإخوان قد نختلف مع الإخوان قد نتفق معه ولكن هذا لا يجعلنا أبدا أن نسكت على الباطل الذي تعرضوا له والإخوان أنماط عندنا في الجزائر إخوان لكن هم أكثر من من الأحزاب العلمانية الموجودة في البلاد ففي قراءتي للأحداث عندنا في الجزائر أن الأحزاب التي سبغتها إسلامية وشخصيات التي سبغتها إسلامية التي هي تعيش تحت مظلة النظام وبين أحضان النظام هذا شر من العلمانيين حقيقة ويستعملون اسم الدين ويوظفونه وباسم الإخوان وباسم كذا ويفعلون ذلك فهؤلاء يعني لا يستوون مع الإخوان في مصر الإخوان في مصر رجال أفضل ما أنجبت مصر هؤلاء الرجال الذين الآن سوف يعدمون في هذه الأيام واختار عدو الله هذه الأيام نكاية نكاية في المقاومة لأنه يعتبر أن الإخوان إخوان سواء كانوا حماس أو كانوا غيرهم ونكاية في شعب المصري كذلك لأن ما معنى شعب المصري ينتخب هؤلاء ثم هو يقوم باعتقالهم وسجنهم